السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يرب تكونون بأحسن حال يا هلا وغلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وننطلق لقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلا والله أنا بنت وأعتقد كثير من البنات عاشوا زي حنا عائلتنا يعني تعتبر جافة عاطفيا أمي ما كانت تحظننا أبدا أبوي جاف معنا قاسي علاقتي بأخواني مرة رسمية تخيلوا متى نحظن بعض ولا نبوس بعض بس بأيام العيد أو قاتل عياد أو إنه إذا رجعنا من سفر أو كذا بس حتى التعامل معنا كان مرة جاف لأننا يعني حنا بنات فحارميننا كانوا من الخرجات المطاعم الطلعات الصحبات كنت أطير من الفرح إذا أخوي بس تجب لي شيء وقال لي مثلا عازمك على المطعم الفلاني أو شيء فصرت عادي حتى إذا وداني مطعم أنا أعطيه فلوسة هم شيء أنه يروح بي طلعني بالسيارة أشوف الناس حلم أني أسافر حنا نسافر بس أكيد مول الخارج فكانت أمنية حياتي بس أني أشوف الكويت ولا البحرين طبعا نسيت أقول لكم ما كان عندنا جوال بس كان عندنا أيباد ونتقاسم بيننا أنا وأخواتي الكلام هذا كان تقريبا على 2000 أو 2012 الآن أكيد الدنيا تغيرت فأما أنا حياتي كانت جفاف في جفاف وحرمان كنت أتمنى بس أني أتزوج كنت أتمنى أول واحد يدق الباب وأروح معاه لو إيش ما صار لو ميم ما كان فلما نصار عمري 19 سنة أيامها كنت أول جامعة انخطبت بس عرفت أنه هذا اللي جاء خطبني يدرس بإستراليا طرت من الفرح قلت بس خلاص هذا اللي أبغاه أمنياتي كلها حتتحقق معاه ما فكرت في شخصيته كيف شكله كيف حتى وظيفته ما فكرت قالوا لي أهلي طب استخير يا بنت الحلال شفيك كذا خفيفة عدا نستحيت على نفسي جست يومين يمكن والله حتى ما صليت فيها الاستخارة ولا شي بس أني أبا أتزوج وأهج أبا أروح خلاص يعني كل أمنياتي وطموحاتي أنه إذا تزوجنا وكذا خلاص أشوف حياتي طبعا تزوجنا تم الزواج رحت معاه قطر شهر العسل لنجنيت لما رحت قطر أول مرة أطلع أول مرة أشوف الناس أول مرة أشوف البنات كاشفات وبنات يسوقون كنت من بهرة مرة كنت أصور بجوالي عشان أوري أخواتي كيف قطر شوفوا كيف شكالهم يا الله كيف الدنيا هناك طبعا سافرت أستراليا طيران كان الوقت مرة طويل تصدقون من كثر الفرحة أني مانمت أشوف اللي معاي نايمين شوف زوجي نايم أشوف الشباك أشوف الموظفين كنت أصور عشان أوري أخواتي المهم لما وصلنا طبعا زوجي قال لي عبايتك خذيها سودا أو بنية أو يعني علوان غامقة ما أبغى علوان فاتحة وتتنقى بي ففصل ثلاث عبايات بني وكحلي وزيتي مع نقاباتهم لبست الزيتي ما أحكي لكم كنت بموت بطير من الفرح أول مرة ألبس شيء يعني غير الأسود كانت أحلامي تافها جدا يعني الأحلام ما أدري كيف أقول لكم كنت في سن مراهقة فالحمد لله يعني وصلنا شقتنا كانت دور على حديقة بالبيت وفوقها شقة كانوا حتى ساكنين فيها ناس عراقيين من باب الصالة باب وأقدر أطلع فيه للحديقة لكن عمري ما طلعت أشوفها بس من وراء الباب لأن اللي معاي خايف أنه حديد بحني ولا هج ولا مدري مدريش قلعته يعني بس إني كنت راضية يكفي أنه وداني للخارج يكفي أنه حقق لي أحلامي طبعا أنا متعودة عند أهلي ما في مطاعم وكذا طبيعي أني أطبخ يوميا عشان كده يعني لازم إذا رجعنا السعوديين نشتري لنا بيت وسيارة ومن ذلكلام رضيت على طول يعني كنت أخاف حتى أني أزعله أو أني يزعل مني كنت هوجس دايما أنه ما أبغى أرجع الحياة البائسة والكبت اللي أنا كنت عايشة فيه فكنت نعمة زوجة أنظف أطبخ أغسل أكوي هو يكون بالجامعة إذا طلعي يكون تعبان بعدين يعني نتفرج كم فيلم وننام فأختكم في الله مبسوطة في عيشتها ما صدقت خبر أنها لقت هذا الشي كان عندي لابتوب أشوف فيه أفلام متى ما أبغى ألبس أي لابس ألبس بانطلون فيستان قصير كل شي كان متاح لي طبعا في البيت كان هذا أقصى طموحاتي تخيلوا عشان كده كنت راضية كنت راضية مرة بوضعي معاه المهم هو كان يسافر لمناطق قريبة بالسيارة مع أخويا وكانوا يسافرون لمدة يوم كامل أحيانا يومين وأنا بالشقة ما أعرف أي أحد ولغتي الإنجليزية ما كانت قوية أبدا زي الحين طبعا هو يروح ويجي ما كنت أعلمه لأنه يخليني الحال يوم كامل ولا يومين ما كنت أقول لهم أي شيء كنت أخبي عليهم كنت أخاف أنهم يعرفونه يطلقوني منه واللي يزعلون عليه واللي يصير مشكلة فكنت أسكت بس يرجع عن بسط وأنسى ما كنت أعاتبه أو أقول لي ليش أسوي كذا ليش تتركني لأني أنا كان في بالي أنه خلاص رجال وأنا تعودت في بيئة عشتها عند أهلي أنه الرجل له الحرية الكاملة ما أحد يعاتبه ما أحد يقول له شيء تعرفت على زوجة صاحبه كان السعودية وكنت أروح لها بالويكند صراحة مرة كنت أمبسط معاها وكانت أكبر مني عمرها 30 سنة زوجها يعني كان يعتبر منفتح خليها تتحجب بس عشان ما حد يتعرض لها مدخلها معهد لغة تدرس فيه لغة وغير كذا أنها تروح تجيب الباصل حالها وتتمشى مع أطفالها إذا كانوا بالجامعة فقالت لي مرة سجلي بالمعهد كنت أقول لها ما أبغى يعني أقول لزوجك كنت أخاف أن يرفض أو يزعل كنت لها تكفين طب أنت يقول لزوجك وهو يقول له طبعا لما نقول له وافق أنا هنا نهبلت وشكرتها وحسيت وقتها أنه معطيني الدنيا وما فيها بس لأنه سجلني بمعهد لغة وهذه يمكن ثانية حرية تجيني أني أروح معاها بالباص مع البنات والحال أنا كنت طايرة مرة من الفرح أنه كل شيء بسيط كان يسوي لي كنت أرفع فوق فوق بالسماء ما كان عندي استحقاق النفسي أبدا أني أنا إنسانة أستحق درس أطلع أجي نفس ما يسوي هو كنت أسكت كنت أخلي أكل كل حقوقي وأنا راضية بس لأني أعطاني بعض من الحرية اللي أنا كنت فاقدتها لكن تشوفها حرية وهي أساسا ما هي حرية وطبعا لأني أنا الحالي قلت أبا أحمل وأنا طفلة بأحد يهتم فيني بس قلت يلا خلينا أجيب طفل أغير جو يعني انت زوجت تقريبا على 2014 وبعد خمسة شهر من زواجي حملت على طول وانبسطت أني أنا حامل والله العظيم كانت فترة الوحام متعبة جدا كنت طايحة 40 ساعة الكنبة ما أقدر أتحرك استفراغ الله يكرمكم لدرجات أن الزبالة جنبي على طول وأرجع عن سدح ما أقدر أوقف طول وقتي بس على الكنبة كان هو يروح الجامعة ويرجع ويجيب له أكل تخيله بس له لأنه يعني يدري أني ما أقدر أكل أتعب يعني من الوحام على طول أكل واستفرق ما يفكر يجيب لي شيء ما يفكر يسوي لي شيء يعني تبعد عني التعب ولا يهون عني يجلس كذا واقف فوق راسي يشوف شفيني ويمشي قسم بالله هذا اللي صار والله أني كنت أنام وأصحى يعني أشرب مويا كنت أستفرق وأنام وهكذا بعد كم يوم قال لي شرايك نروح نحجز طيارة أو أديك لأهلي كان صراحة ما عاد أقدر أتحمل ولا أعرف وش أسوي فيك وافقت إنه ما أبغى ضغط عليه ويجلس معاه وأصلا هو ما يعرف كيف يتصرف معاي فرحت عند أهلي وجلس أسبوع بعدين رجع وسافر جلست عند أهلي تقريبا من بداية الشهر الرابع لين يوم ولت طبعا كان يجي السعودية ويجلس عند أهله اللي أنا ما عندي يعني شقة خاصة فيني في السعودية كان يجي يزورني ببيت أهلي يزورني زيارة خفيفة ويطلع أهلي يطلبون مني يعني خلي يعزمك على مكان عشان شوفهم بعض تقدرون تجلسون مع بعض الصراحة كنت أخاف أطلب منه شي لأنه عصبي نفس أبوي وما كان أحد يدري من أهلي عن هذا الكلام لأنني ما كنت أقول لهم كنت دايما أي عيبة حطه فيني أقول لهم لا أنا ما بطلع أنا أبجلس بالبيت ومن ذا الكلام مرت الشهور والحمد لله ولدت بالسلامة إليه قبل الولادة وتخرج فعشان كذا هو جلس بالسعودية ودفع تكاليف الولادة بمستشفى خاص عد هنا أنا نشوف نفسي أفضل إنسانة بالدنيا كان الكل حاسدني لأني أنا ولدت بمستشفى خاص طبعا المعروف أن المستشفيات الخاصة مكلفة وهو باقي حتى ما توظف بعد الولادة تفاجأ أني يجيني يقال اسمع فلانا ترى الحين أنا ما عندي أي شي إذا تبغين استقبال دبر عمرك من فلوسي اللي تجيك هدايا أنا ما عندي شي أعطيكي قل طب وش أقول الأهلي قال والله علمي ومش علي منك عادي يقولي له ماي شي أذكر أن جاء أبو زوجي الله يذكره بالخير أعطاني 500 ريال وعمي بعد أخو أبوي جاء زارني وأعطاني 500 ريال والله يا جماعة أنا ما خليتها لي ولا لطفلي بعد ما طلعوا من هنا رحت أعطيت زوجي الألف وقت خليها معاك أنت تقول ما عندك فلوس قال طيب والاستقبال كيف وكذا قلت ما عليك إن شاء الله أنا تتدبر بتجيني هدايا وكذا وبحطهم أخذها على طول ما صدق خبر ولا يعني شكرني ولا حس أني اللي سويته شي عظيم المهم لما نقرب الاستقبال صرى لازم يعني أني أشتري لي وأجهز وأنا والله ما عندي ولا ريال مسكت واحدة من أخواتي أول ما دخلت الغرفة بكيت وأشهق لها هين هبلت قال وأعلمها كل شي قالت أنت كيف أنت عايشة في عز ونعيم وتبكين طبعا ما أحد يدري كيف أنا عايشة ما كنت أقول لأحد الصدق إن كنت أمثل عليهم إنه أنا واو قلت لها عن وضعي من وإلى قلت ما عندي يعني اللي أسويلي فيه استقبال وكذا قلت خاص ما عليك أنا بتكفل بكل شي وما عليك أهلي ما رح يدرون جهزنا كل شي طبعا قلت زوجي هو اللي دفع كل شي من وإلى أبوي وامي طايرين فيه للسماء إنه كيف يسوي لك كل ذا وما عنده وظيفة وما شاء الله ما قصر عليك بشي وكلام مرة كثير أهلي وأهل زوجي يتكلموني يمدحون وأنا أفكر بس يا ربي كيف تكون ردت فعل زوجي وأفكر إيش أقوله يعني إذا علمته إنه قلت الأهلي ترى أنت اللي دافع كل شي وإني أنا ما نزلت من قدرك عندهم وكذا لما انطلعوا أهله وداهم جاء عندي أول ما فتح الباب طبعا أهلي كانوا وقتها يتعشون بالمجلس والشباكة على الباب اللي أنا فتحته لزوجي فقلت له قلت اسمع شفت كل دا الاستقبال اللي أهلك مبهروا فيه وكذا وجلسوا يمدحون تدري إني أنا قلت الأهلي إنك كنت اللي دافع فيه كل شي تدرون ش قال تخيلوا كذا فجأة صرخ بوجي قال كيف ليش تقولين كذا لعنة يلعنك أنت وأهلك الله يلعنك أنت وياهم أنا قلت لك إرفعي قدري استغفر الله وأتوبوا إليه المهم قامي هاوش أنا قلت لك إرفعي قدري أنا أعرف نفسي مو انتي ولا أهلك اللي تعلموني قدري قامي هاوش بصوت عالي قامت تقول ماذا فيكم؟ تحسبون حظرة المتكبر رد عليها لا والله طلع وسكر الباب كذا وأنا عيوني خلاص الدمعة كذا حافستها فأكيد متوقعين أني قلت لأمي السالفة لا والله أني كذبت عليها يعني يوم تذكر مبادئ على نفسي لأنني جد كنت حمارة كنت غبية قلت لها لا لا يوم ما علي شو معصب ومهاوشني اليوم على سالفة مرة سخيفة لا أعلم كيف قلت كذا فتحسون أن أمي لم تصدقت أني معقولة فقط لكذا تذكرت الباب وكثير فقط هذا الذي حدث المهم عندما جاء من بكرة أمي وأبوي لا يعرفون حقيقته مسكوني وقالوا لي يلا تروحين تعتذرين منا ترى الرجال حط لك بمستشفى خاص ولادتك ودافع فلوسه متكلف عليك فلوس الاستقبال وهو حتى ما عنده وظيفة عازك ورازك المهم وجالس يدور لكم شقة كلام كثير أنا ما علمت أهلي إن مقلل من قدرهم حتى رحت وارسلت له اعتذار على الرغم إن هو اللي أهانني وأهانني قدام أهلي وأهان أهلي بعد معاي فما قدرت أدافع ليمكن ما كنت تعرف أتكلم يعني شوفوا سبحان الله ما لي في الحياة خبرة ما كنت تعرف كيف أدافع عن نفسي وطبعا أكبر إن رضى وشوف نفسي علي أكثر من قبل بعدها أسبوع جاء عندي كان أنا أروح بمكة مع أخوياتي قدت كم تجلس طيب؟ قال تقريبا خمسة أيام طبعا أنا ما أسألك كيف بتسافر من مشايرا من ولّك فلوس بالمبسطة sponsor المفاجأة ماذا؟ عندما يذهب الصباح على الساعة سبعة الصباح وصار العسر أرسلت لك ميسج كيف وكيف الأوضاع عندما جاء المغرب وجدت أمه و أخته مصورين سناب في البحرين مصورين وكاتبين الحمد لله على سلامتنا أنا كنت قهوة انصحقت كيف أمك و أختك معك أنت مقايلي أنك مع أخوياك بمكة المهم بما أني فتحت السنابة كتبت الحمد لله للسلامة تتهنون وكذا وأروح أرسله عشان يرد لأنه من العسر ما رد علي قلت أمك و أختك مصورينك بالبحرين يعني أنت مو بمكة كيف كذا تكذب علي رد علي بكل برود الله يسلمك أنا بالبحرين هي عادي وديت أهلي يغيرون جو مو بلازم أعلم كل شي بالتفصيل أنا هنا سكت ما قلت ولا شي و رحت أتبلع في القهوة هذه سويت أني نفسي يعني ما فيني ولا شي ما أحد يعرف أصلا أنه رايح بأهل البحرين و يكذب عليه أنا قايلت لهم أنه في مكة مع أخوياه طبعا ما صالفت معه و زعلت أول مرة كانت هذه أزعل عليه صرت يوميا أرسله شعر و عتاب و كذا بغا يحسه بغا يعتذر تخيله إش كان يسوي الطبيعي أنه أي شخص طبيعي مسوي غلط يعتذر لأنه عنده إحساس بس هذا الشخص ما عنده إحساس تخيله راح سوالي بلوك بالواتس بس عشان كنت أرسله شعر عتاب انقهرت أنه ليش ما اعتذرت طيب أنا بس أبقى كلمة آسف والله قولها و برضا قسم بالله بسيطة ما كنت أبغى إلا آسف بس و حرضة و أنسى أنك انت كذبت علي و أنت وديت أهلك و أنت تقول ما عندك فلوس و كان بقيله يومين أصلا و يرجع و كان يصور بالسناب ولا مهتم ولا أنا على باله و أن نمزع عني ولا شي فما تحملت رح ترسلت له بالسناب و قلت لماذا أفعل بلوك قرأها لم أرد علي أرسلت له مرة ثانية قلت لماذا لا ترد علي أنا ما أفعلت لك يا الله عندما أتذكر نفسي كلما أتذكر الكلام ذا أكسم بالله أكره نفسي و قلت تعذر له و قلت له أنا آسفة لا أدري أصلا على ماذا أعتذر لا أدري بس أني و بس أبغى يفك عني الواتس يرفع الحظر و لم يسوي لي مشكلة يعني و يطلقني و كذا و يأخذني من أهلي إذا طلعت من النفاس المهم رجع شال البلوك عني و رجع من السفر كل هذا بس أنا اللي أدري عنه أني رايح للبحرين و كذا طلعت من النفاس و على طول هوجته و وظيفته بالدمام المهم طبعا ما كنت أفكر حتى بهدية طلعتي من النفاس كنت أبغى أروح أسكن بالشرقية بسرعة و أستقر هناك بعيد عن العالم الحمد لله لقينا سكن على طول ما كنت أتشرط أنه كيف تكون حجم الشقة كيف تكون غرفتي قلت خلاص اللي تبغى أنا معاك يكفي أنه لي بيت خاص و أقدر أنام براحتي أطبخ اللي يعجبني طبيعة عمل زوجي كانت من الساعة ثمانية لين ستة المغرب و أحياناً كان يجلس يعني ما يرجع لثمانية الليل و أنا نفسي الروتين ما أعرف أحد هناك أصحى أسوي الأكل أجلس مع ولدي أشوف لي فيلم أدور أي شيء نظفه بعدها أنام كان كل ويكند إذا ما راح نروح يعني بريدة نتمشى نروح البحرين نقضي يوم كامل و نرجع طول الأسبوع ما أطلع يعني روتين ممل كئيب بعد فترة خلاص بديت أطفش طلت مني أن يسمح لي أروح مثلاً مع أوبر أو كريم بوقت دوامه لأني فعلاً كنت أمل مسجونة في البيت 24 ساعة لم أرى أحد لا يشوفني رفض إلا نجن كيف تركبين مع واحد لحالكم كلام كثير صرت بس أطلع للبقالة تحت شقتي حتى بالدس يعني أخاف أن يعرف و يسبني يتهمني بشيء بعد فترة طبعاً مو صار بس يهاوشني لا قسم بالله أنه صار يسحبني عند باب الشقة يرمي علي عباية إذا تخاصمنا يقول طلعي أنا ما أبيك أنا كذا لأنه ينضغط بدوامه أنا أعرف ضغط شغله عشان كذا ما أخلي ولدي حتى يزعجه إذا جاء لأن أخافي طلع حرة الشغل فيه والله العظيم كنت أمسك نفسي ما أطلب منه طلب مع ذلك ما لقيت اهتمام فخلاص بدأ يضح على وجهي علامات التعب والهم حتى أهلي لاحظوا فيني التغيير بنفسيتي صرت ما أقدر أسولف مهمومة دايما سرحانة ما أهتم بنفسي زي قبل طلبوا مني أهلي أن أجلس عنده مسبوع أغير جو رفضت لأني أعرف أكثر من أي أحف ثاني مشاكل بيتنا والضغوطات اللي ببيتنا وتصرفات أهلي يعني كأني ما غيرت ولا شيء من مشكلة في مشكلة ما أخفيكم فكرت أني أطلب من أبوي كذا أمسكه وأقول له بتطلق وكذا لأنه من جد صار يمد يد علي يشوك فيني لدرجة أن يسأل ولدي الصغير من جاء؟ في أحد جاء ماما ماما فتحت الباب لمين؟ أحاول أدور له حسنة بس عشان ما أطلق منه أرجع الأهلي وحياة الكابتن اللي كنت فيها وهو يفتعل أشياء أشد كان كذا يقول فارقيني لماذا صابر إلينا الحين؟ لأنك بدون كرامة؟ طبعا أغلبكم تشوفون جزاء الله خير أني بيوديك البحرين شكرا لأني بيسفرك الكويت يومين ما تدرون أن هناك تراي هين كرامتي ما لي كلمة أنه وانت بغين وانا وديك وش في خاطرك كلها تحت أمره أنا يعني اللي أجيب يشوف نفسه برضو متفضل علي أنه بس سفرني فكنت كلما أجيب أقول له أن أهلي تطلق أن تذكر حياته وأقول له يا ابن تصبري عليه أجلسي شخصي هنا يدعي على أهلي اللي ربوني أهم شيء يسفرني بره حتى لو السفرة كلها تحت أمره حتى لو لم يعطيني فلوس في السفر أنه خلاص وديتك ما تشتري ملابس ما تروحين مطاعم ما تروحين مقاهي ملابس هدايا ما عندي شوفي تفرجي بس أني وديتك بس شوفي لك سلاف أو بيعي ذهبك كذا تبقى تشتري أنا علي أني سفرتك وديتك مطعم يا حياة الشقة اللي أنا كنت راضية فيها يعني شوفوا كيف التعذيب والإهانة طبعا بعد ما مرت معاناة أربع سنوات معاه وخلالها انتحرت يمكن ثلاث مراته العياذ بالله أو فكرت بالانتحار أدري أنه حرام بس قلت أني أموت ولا أرجع لأهلي وأعيش بهذه الحياة معاهم من جد كانت حياة قاسية أذكر أحد المرات كان في نقاش بيني أنا وياه قمت رحت أكلت حبوب قلت أنا بموت برتاح خلاص أب العالم يرتاحون تفكرون تحرك تفكرون إن جن ندور شيء لا والله العظيم واللي خلقني إن إن سدح وطف النور قال موتي ريحيني المهم أنا الغبنت بزيادة رحت أكلت الحبوب أعوذ بالله ما في مجال للتراجع أن سدحت على الأرض وأبكي أنتظر بس قلبي يوقف وأفكر يا ربي ليش يسوي فيني كذا أنا إش الذنب اللي اقترفته عشان يكرهني ما يهتم لسالفة حتى انتحاري أني بموت شوية لولدي يعني يصحى ويدخل علينا كأن الله جاب لي بهذاك الوقت عشان يذكرنا فيه أن ترى فيه شخص تحت ذمتي ما لغيري في الحياة وأنا اللي أفز زي المجنونة وأروح وأحط أصبع بحلقي وأستفرغ 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 لين أحس معدتي بتطلع عشان ما يجيني شيء المهم بعد ساعة بدأ مفعول الأدوية حسيت جسمي كله ثقيل كأني جثة ما قدر أرفع نفسي عيوني كده مغبش عليها ضغط أرجف أرجف قلبي خفقان فضيع استفرغت حوالي يمكن أربع مرات ونمت لمن أصحى الحمد لله استفرغ لا زال يجيني لكني وقتها بس صح صحت كده على نفسي إنه ليش أسوي كده عشان مين أنا ليه أسوي شيء ما يرضي الله عشان أنهي حياتي ليه حياة أنا أجبرت نفسي عليها أنا أقدر أعيش اللي أبغى ليه هرضا باللي جالس يصير واسكت وانذل ليش ما أنهي هذا الشيء حتى لو الخوف كان ما تملكني إنه كنت أقوي نفسي بنفسي إنه ما أسمح لأحد يجبرني إنه أنا أنهي حياتي مين أنت؟ يشوفني بكل برودة موت قدامه وعادي يقول موتي وريحينا المهم رحت بعدها أكلمت صاحبتي أول مرة بحياتي أتكلم مع أحد عن اللي أنا عشته صاحبتي هذه محامية لأنها تعرف يعني إيش المفروض أسوي وكذا اتصلت عليها أول ما سولفنا عن أخبار بعد قلت ليش فيك فرطتها بكية أبكي أبكي وهي ساكتة ما قالت ولا حرف تنتظرني أخلص المهم قلت لها عن كل شي جلست والله تبكي معاي وتعاطفت معاي أنت كيف صابرة كذا كيف رضيتي على نفسك والله أني أستاهل أستاهل أكثر من كذا أربع سنين ساكتة ما أقول أحد ما أقول أهلي والله يا أهلي ما يرضون علي والله حتى لو أني عايشة بجحيم عندهم بس ما يرضون واحد يجي سوي فيني كذا كامت قالت لي واجهي أهلك بأسرع وقت وروحي لهم ولازم أنك تتجرئين حتى لو أن الحياة عندهم ما تعجبك هذول أهلك أفضل من أن واحد يعني كذا يهينك ويقذيك ويذلك يوميا بعد كلامها خلاص استوت عند الدنيا قلت خلاص والله من اليوم ورايح أسوي الشيء اللي في مصلحتي ومصلحة ولدي طبعا أنا قبل كنت أقول له يعني بيجي يوم وتعب منك ومن تصرفاتك وأخلاقك وكذا بيجي يوم بطفش منك كان ردت فعله بس يضحك يقولوا الله ما تسويناها والله ما تسويناها حياة أهلك أصلا ما تعجبك أنت ماكلة ابن وراضية عندي كذا لأن حياة أهلك ما تعجبك هذا غلطي أني أنا كنت أشتكي له كنت أبيله قد إيش أنا كنت يعني عند أهلي محرومة من أتفه الأشياء وأبسطها فوالله العظيم كان كل فترة يذكرني بهذا الشيء كنت أبغا يخاف أبغا يعتذر يتغير إلا كل ما ليزيد جبرت وجلست أسبوعين أفكر في الموضوع كيف بتصير حياتي بعد الانفصال وكيف ولدي بيعيش بين أب وأمه ومفصلين وكيف أهلي والناس بيستقبلونني أن أنا واحدة مطلقة وكيف الموضوع ما كان سهل كاني بغاية تفكير طويل هذه الفترة كنت أنا أنام بالصالة أنا وولدي ورغم ذلك ورغم كلامه لي لأني أنا مقرر أني أنفصل عنه والله كنت أطبخ يوميا وأتعشى وإذا جاء من الدوام يجي يلاقي البيت نظيف العشة جاهز فكان يشوف أني أنا قائمة بكل واجباته وأطبخ له وأنظف له ومبرده كذا وحط باله أني أنا أهدده على الفاضي المهم أذكر هذا التاريخ لأن بهذا التاريخ تغيرت حياتي وتغيرت شخصيتي اللي كانت ترضى بالضعف والإهانة تاريخ 2012-2019 دخلت في الليل تطبيق حجس طيران للقصيم أول مرة بحياتي كلها بركب طيارة الحالي أول مرة بركب تكسل حالي أول مرة أحجز طيران بدون علم أحد ما أعرف أوصف لكم الشعور إيش خوف خوف لأني ما أعرف إش اللي بيصير بكرة ولا بعد أسبوع ولا بعد سنة ما أعرف شي اللي أعرف أني اتخذت القرار وبمشي عليه ولو إيش ما صار هذا كل يوم ما نمت الليل كله أول ما راح الدوام قلت سويت شنطي ورتبتها ولأني مدري أصلا أخذت كل شنط كل شي حطيته بالشنطة بعدين استوعبت أنها طيارة قلت يالله يا بنت معلي حتى لو أني أدفع زيادة ما أبقي ولا شي هنا واضطر أني أرجع وأخذه فأخذت كل شي خصني ملابسي ملابس ولدي اكسسواراتي كل شي أنا وولدي أخذته المهم طيارتي كانت المغرب طبعا رتبت الغرفة بعد الحوسة حقت الأغراب وحطيت الملابس اللي ما أحتاجها بأكيد زبالة لا يكرمكم لما انصار وقت العصر طلبت سيارة أوبر ورحت للمطار وادخل وأنا ما أدري وش السالفة رحت عند الكوينتر اللي يعني لاني الحين والله أتذكر شكله كان ماسك حتى ضحكته علي لما نشاف عدد الشنط قتبة أدفع بأخذهم كلهم المهم دخلت انتظر كذا البوابة ما أدري حسيت براحة حسيت أني أنجاست حسيت أني أقدر أواجه أهلي أقدر أقنعهم قبل لا تنفتح البوابة بشوي أرسلت لي رسالة نصية قلت هذه آخر رسالة تشوفها مني أنا بس كنت أنتظر منك اعتدار أنا بس كنت تحسسني أني أنا إنسانة عندي كرامة لكن للأسف لا حيات المنتونادي مع السلامة بعدها سويت لبلوك من كل مكان عشان ما أبغى أسمع صوته ما أطغى أقرى شي منه خلاص من جد وقتها طابت النفس منه ركبت الطيارة فجأة أخوي اتصل قال لي أنت بخير؟ قلت لأي بخير؟ قال أقول لي قولي لي وش صار تكلمي قلت إذا وصلت برايد إن شاء الله أعلمكم بكل شي فعرفت أصلا وقتها أنه قرأ الرسالة وراح كلم أخوي على طول لأنه ما يقدر يتصل علي أنا مسوي يتلب لك من كل مكان قال لي أخوي وينك أنت؟ قلت أنا بالطيارة قال بس كذا بمزاجك ليه ما في رجال وراك ما في أحد ما في مدرئي قلتك فطلبتك بس خليني أوصل وأنا أقول لكم كل شي بس تعال خذني من المطار فطول الطريق بالطيارة ما تتوقعون كمية الخوف اللي أنا عايشتها أنه قاعد أفكر أمي وأبوي لو يعرفوا وش بيسوون فيني إذا وصلت يا ربي طيب أختي طيب أخو ذا وش بيسوي فيني كنت خايف أنهم يرجعوني لزوجي وما يصدقوني وصلنا من المطار هبطنا طبعا ولقيت أخوي عند البوابة ينتظرني مديت يدي أسلم ما سلم علي أخذ الشنط وركبها بس ولدي بس وركبنا عرفت أنه مو راضي عرفت أنه معصب علي طول الطريق كنت ساكته إلا فجأة قلت لا ما تبقى طيب أعلمك ش اللي صار قال لا خلاص واضح كل شي قلت كيف يعني؟ قال واضح من الشنط أنه خلاص مقررة يعني نكتين فصلين خلاص زوجك كلمني وقال لي كل شي قلت لحظة وش قل لك كل شي كيف أصلا نكلمك وما يعرف أصلا أني أنا حاجزة وجاية وأني أنا بالمطار أنا بس يوم كنت بالمطار رحت رسلت له رسالة وعلمتها كل شي تخيل وش قال لي قال لي يا ندري نكتب أنت مفصلين لأنك متعرف على غيره يجلس وخوي يبكي يعوذ بالله من الشيطان قال إن زوجي قال له يشوف هداية جيني وأخبيها بالدولاب وإني دائما أشم بريحة الشقة دخان وإن أسلوبي معه متغيرة وإني دائما على جوالي أتبوسم وأضحك عشان كذا أنا بأنفصل عنه عشان كذا عشان أخذ راحتي أنا وقتها أنهرت من البكاء من الصد ما جلست تأتي ما قدرت أقول ولا كلمة طبعا سكت قلت يعني أنت مصدق كلاما عن أختك أنت حتى مو جاي تتأكد مني وتسمع مني عشان كذا أنا والله بسكت ما بتكلم وصلت بيت أهلي كانوا عارفين لأنهم كانوا واكفين ينتظروني وجيهم كلها مصفوقة حضنتني أمي أول مرة تحضني حضن طويل أذكر أني بكيت بكيت لين حسد قلبي بيطلع من ظلم زوجي ظلم أخوي اللي صدقه ظلم الحياة اللي مكتوبة لي طبعا أبوي سلم عليه ودخل شناطي ما أقال لي ولا شي نهائيا حتى ولدي ما سلموا عليه جلست في الليل أحكي لأمي وأختي طبعا أختي على طول صدقتني تقلص وجهك وجسمك وشخصيتك نبين عليك أنك تعانين وساكتها لكن أمي ما صدقت ولا والله ما قلومها تدرون ليش كانت تقولي كيف تبغيني أصدقك وأنت تتكلمين عن أشياء مرة كويسة يسويها معاك يسافر فيك وكل سفرة تجيبين لنا فيها هدايا طبعا ما كانت تدري أن الهدايا تحس بأنه هو اللي يدفع على هداياهم تقولي كيف تبغيني أصدقك وأنت عمرك ما شكيتي منه عمر ما شفنا منه شي ما قد شفنا منه شي أجيب المصحف وأحلف لها أني أنا صادقة وأني ما ظلمت بكلمة طبعا أمي ما تدري عن الشي اللي قال الأخوي عني أخوي ما علم أهلي المهم بعد ثلاث أيام كانت الإجازة جاء هو للقصيم قال الناب يشوفني رفض قلت والله أموت ولا أشوفه لا أشوفه جلست أمي تقنعني يدخلي يشوفي يشي يبغى منك يمكن جايب لك هدية يمكن يراضيك يمكن 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 ودخل معي أخوي طبعا ما سلمت عليه قلت الحلة جاي يش تبغى نتكلم فيه كل الأسابيع دي تاركني وما حاولت تسويلي شي قال أنا جايك أقول لك وأقول لأهلك قدامك الله يشتر عليكم الله يعينكم عن المصيب اللي طاحت بينكم وأنا والله ما أود أني أفضحك أكثر تخيلين كمية الدناء وقلة التربية وعدم الخوف من الله أنه جاي ببيت أهلي ويعنني ويتهمني بعرضي وقتها نزل علي هدوء من السماء قلت دقيق خلاص جزاك الله خير لكن كلامك هذا أبقى تعيده وأسجل عندي بشوف إذا رفعت عليك قضية وقتها عند الكلام أم لا يعني تستمر بقثفك لي أم لا بدأ وقتها أخوي يغلط علي وكان ذا أبيخ موقف ممكن أن الوحدة تتعرض له أن يكون سنة ديك يوقف مع الغريب قال أخوي أقول لك بس اسكت يقعدي خليك ساكتة خلينا نشوف وش عنده قلت لا والله مستحيل بعد أربع سنوات معاناه أساكت أربع سنوات ما كلا تب معاه جاء الوقت اللي أنا أتكلم مو هو طبعا كلامي هذا وأنا أتكلم وأتأتي ما عرف أتكلم وكان هو يضحك يعني بكل سخافة قم طلعت من عنده جلس تقريبا ساعة ما أدري والله اليوم كم ذا إيش قاعد يقول هناك مع أخوي كلامه كله كان مع أخوي بعد كلامه هذا خلاص عرفت أني أموت والله ولا أرجع له أبدا رحت رفعت عليه قضية خلع كتبت عنه كل شي جاء موعد الجلسة حق الصلح ما دخلها بعد كم يوم جتني رسالة من المحكمة وكان سك الطلاق راح وطلقني الحمد الله فكني يعني من سالفة المحاكم وجلساتهم تخيلوا أهلي بعد الشي أذكر كانوا يدخلون البيت والله حتى ولدي ما يشيلونه أنهم زعلانين مني بعد ما طلقني ورحت أيامها أحضن أمي وهي تبكي تبكي لأن بنتها تطلقت الشعور عادي أكيد بس أنا كنت مبسوطة الحمد لله إن معاناة أربع سنوات يمكنوا أكثر راحت بشهر بس طبعا ما أحد يصرف علي كان أبوي زعلان مني ما يعطيني المصروف فالحمد لله صاحبتي قدمتلي على الضمان وبعدها بشهرين قبلوني صار ينزلي قلت لأبوي إذا بتظل زعلان مني ولا تشتهي حتى تشوف وجهي بالبيت قل لي عشان أدور راحتي يعني بطلع بشقة وأريحك مني لكن يظل أبوي صرت راضية بعصبية أبوي وزعل أمي ولأني يعني كنت جالسة مع شخصي هنا فأبوي وأمي عندي بالدنيا المهم طلعت وقتها بسكن فأخوي قوم الدنيا وما قعدها لدرجة أنه راح طلب من طليقي أنه يرفع علي حضانة عشان ولدي يعني عشان ولده فكل ذا بس عشان طلعت بسكن اتصل علي أخوي قال ترين قلت الفلان يرفع علي قضية حضانة والله لو ما ترجعين للبيت الحين والله لا أوريك من اليوم ورايح وكذا قلت والله أنت اللي اسمعني أنا اللي من اليوم ورايح أنا بشوف اللي أسويه صح لي والولدي وما راح أرضخ لأي أحد يمشي حياتي على كيفه وفعلا طليقي راح ورفع قضية حضانة لكن شرعا الحضانة مع الأم يعني حتى تثبت بالدليل أن الأم هذه ما تستحق الحضانة وما عندها أي دليل الحمد لله يعني أنا إنسانة طول حياتي ماشية سيدة وكنت عزته فوق والله محافظة على بيتها لكن هو طلع يعني مو رجال مو كفو ما يعرف قيمة الإنسان اللي عنده أنا الحمد لله يعني ما توظفت قاعدة دور وظيفة والله سبحانه وتعالى يرزقني ويرزق كل اللي يدور يعني وظائف ورزق حلال إيجار الشقة أدفعهم للضمان ما أبارف عليه قضية بالمحاكم تدرون لي ما بأسمع صوته إذا صار في جلسة وخلاص أنا عفته لدرجة أني ما أبغى ما أنا متحملة أسمع صوته بعد ذهبي كله وتسلفت من أمي اشتري السيارة مستعملة الحمد لله تعلمت السواقة اشتغلت بكل تطبيقات التوصيل كل ذا عشان ما أحتاج لأحد بنص الشهر لأن صدقة أحيانا تجيني فترات زنق ما يقى معايا شي فالحمد لله صاحبتي المحامية قاتت أرفع على سكن يعني قلت لا ما أبغاه ولأنه محامي يعني بيقلب الدنيا علي ما أدري أنا عندي صار ارتباط أنه كذا عشان كذا هو شكاك ومريض الله لا يبلانوا إياكم يا رب أنه أخاف يرفع عليه قضية حضانة اللي ما أقدر أصرف على طفلي فأخاف يعطوني إياه فهمتهم يعني يستغل أتفى هالأشياء وندري أنه ما يبغى ولدنا ولا شي بس أنه عنادا فيني لأن أصلا تزوج وجاب بنت وللآن ما يجي بريده ولا يعرف ولده يعني منفصلين أنا أكثر من سنة كثير يخطبوني متزوجين منفصلين بس أرفض رغم أني إلى الآن عندي أمل بالشخص الحنوني اللي يكون سند لي فتحسوني ما أعطت نفسي فرصة أنه أفهم الوضع اللي قدموه لي وكذا خايفة يكون نفس تجربتي الأولى أعيش اللي عشته مرة ثانية يعني أنا أدري أن فيني اكتئاب وأن الناس مو كلهم سوا وبالعكس في أزواج ما شاء الله لا قوة إلا بالله ينحطون على الجرح يبرى وكل يدينكم مو سوا فأنا تحسون فيني اكتئاب أنه فعلا لازم أتعالج عشان هذا الشعور الخوف من الارتباط يروح مني وصلت الآن عمر 28 سنة أخاف أن يضيع عمري زيادة تضيع فرص جميلة بحياتي كله بسبب الخوف اللي ملازمني فأحياناً أقول لنفسي جربي يا بنت أعطي نفسك فرصة ثانية بدين أتراجع ما أدريش السبب لكن لازلت أقول إن الله سبحانه وتعالى يعني خبيلي شيء أجمل بإذن الله لي والولدي أخيراً بس نصيحتي لكم يا الأهالي تكفوا نسمعوا لعيالكم أعطوهم الأمان حاولوا إنكم ما تكبتونهم حاولوا إنكم تفهمونهم تراعونهم تراهم بجير غير عن اللي عشتوه خلوهم دايماً بصفكم خلوكم قراب منهم أعطوهم الحب العاطفة الحنان عشان ما يدورون للهروب عند أول فرصة تجيهم وممكن هذه الفرصة ما تكون فرصة ممكن تكون جحيم بالنسبة لهم ودعو لي بالعوض الجميل والزوج اللي كل يسند وحبه وأمان بإذن الله تعالى لي والولدي إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أن أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائماً إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله اشتركوا في القناة